اتنا النهاردة عشرين سبب لسبات الوزن. لو سمعت الحلقة دي وفهمتها كويس جدا. اكيد هتلاقي سبب من ضمن الاسباب هو سبب سبات وزنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة مهمة جدا النهاردة واحدة من اهم الحلقات اللي ممكن تتعمل على القناة واحد من اهم المواضيع اللي ممكن نتكلم فيها وتقريبا الشغل الشغل لمعظم الناس هو سبات الوزن. تقريبا اكتر سؤال بتسئله كل يوم واكتر شكوى الناس اللي بتعمل رجيم بتشتكي منها وموضوع سبات الوزن. اي حد طبعا لاحظ انه بعدما يعمل رجيم فترة ممكن اسبوعين ممكن تلاتة شهر اتنين طبعا بتفرق من واحد الواحد. بنلاقي عنده موضوع سبات في الوزن. ويبدأ يتدايق ويبدأ يشتكي وممكن يجي له احباط وممكن يخرب ويسيب الريجيم خالص ويطلع منه نهائي نتيجة الايه? انه مش شايف نتائج عن ميزان. طبعا دي غلطة انه ربط التقدم بتاعه بالرقم عن ميزان. ودي طبعا هنشرحها بعد شوية ودي من اكبر الغلطات اللي احنا بنشرحها دايما بنوضحها متربطش التقدم دايما او مدى نجاح النظام الغذائي بمجرد رقم عن ميزان. مش انت الواحدك بس اللي بتمر بالمرحلة دي. يعني في ناس معتقدة ان انا الواحد بس اللي مش بخسر وزن انا الواحد بس اللي عندي سبات في الوزن ولكن لازم تكون عارف ان اي حد عمل ضايت او ريجيم اتعرض للمرحلة دي. ودي مرحلة مهمة جدا وبتعدي باي ضايت او ريجيم زي ما قلنا. يعني ما فيش ضايت او ريجيم هيمر بدون مرحلة سبات الوزن. فلو احنا عارفين وفهمين ان ده هيحصل من الاول هيبقى احنا مستعدين وعارفين هنتعامل مع ازاي وعارفين هنتخطى ازاي وعارفين كمان ممكن يحصل امتى وازاي نتعدى بكل سهولة. لان انت لو جالك احباط او توقفت هي اللحزة اللي انت هتتوقف فيها دي اللحزة لو عدتها مستنيك النجاح وراها على طول. بس انت اقدر وكمل وعافر واشتغل كويس وكمل في الضايت بتاعك اول لما تعدي مرحلة سبات الوزن دي هتشوف نتائج هيلة جدا. وهو ده الفرق بين واحد صاحب ارادة واحد صاحب علم وعارف انه بيشتغل صح وعارف انه بيعمل ضايت مزبوط. مايقعدش بقى متوتر كل شوية مايقعدش رابط نفسه بالميزان كل يوم او كل اسبوع. وقاعد يشوف انا نزلت كم جرام وزدت كم جرام. لو انت واسك في الضايت بتاعك. لو انت واسك في تعمل كل حاجة صح? اعرف ان ما فيش حاجة اسمها سبات وزن. وان دي مرحلة من ضمن مراحل نزول الوزن فقط. طيب ايه هو بقى تعريف سبات الوزن? علشان نحكم ان احنا عندنا سبات في الوزن لازم بس نغير المصطلح شوية ونقول ان احنا عندنا حاجة اسمها سبات في المأسات. والسما سبات في الوزن. يعني ما تقولش ان انا عندي سبات في الوزن بس لا اولا عندي سبات في المأسات وسبات في الوزن. الكلام ده لو قاعد معك لمدة شهر. زائد حاجة مهمة جدا. ان انا اكون عامل ضايت مزبوط في العناصر الغذائية وفي الكميات وفي السعرات. وكل العوامل عندي التانية اللي نحكيها بعد شوية مزبوطة ساعت اقول تعالى والله اشتكيلي يا دكتور انا عملت كل حاجة صح وعمل ضايت مزبوط وزبطت الفيتامينات وزبطت النقص اللي عندي. وعندي سبات في الوزن وفي المأسات لمدة شهر. ساعتها نبدأ نشوف وندور ورقك. لكن لو انت عندك سبات في الوزن بس ومأساتك بتتغير مأس وسطك بيتغير ما تشتكيش وتقول انا عندي سبات في الوزن. دي نقطة مهمة جدا انا حبيت اوضحها لايه ايه هو اصلا تعريف سبات الوزن وامتى نقول ان انا بمر مرحلة سبات في الوزن او مرحلة زي ما احنا بنسميها. طيب في بعض الحقيقة باقي المهمة لازم نوضحها طبعا قبل ما نتكلم في الحلقة. ان احنا نزول الوزن رحلة طويلة شوية. والاصح ان احنا نسميها رحلة نزول الدهون وليس نزول الوزن. كلنا عندنا دهون متراكمة كلنا عندنا دهون في البطن دهون في الاجناب هو طفر الدهون موجودة فين فاحنا كلنا بندور ان احنا نخلص من الدهون مش اننا بس نخلص من الوزن. كنت عملت حلقة على القناة عندنا قبل كده ايه الفرق بين نزول الدهون ونزول الوزن. نزول الوزن ده متضمن عضلات هتخسر من عضلاتك هتخسر من المية هتخسر من المعادن حاجات كتيرة جدا لكن انا بدور على نزول الدهون نزول الدهون ده مش عملية سهلة عملية معقدة جدا عملية بتاخد وقت علشان تبدأ تحصل ومعدل نزول الدهون بيكون معدل بطيء مش الارقام اللي في دماغنا اللي هو الخمسة كيلو في الاسبوع والسبعة كيلو في العشر تيام والارقام الكتيرة اللي احنا بنسمحها دي استحالة انت تنزل دهون بالرقم ده ابدا علشان كده انت بتخدع نفسك وبتدن نفسك الفرصة اني ناس تنيه تخدعك انت اللي بتديمه الفرصة بيدك طيب هنعمل ايه بقى لازم تغير مفهومك للضايت تغير مفهومك للرجيم زي ما اتفقى انها ما فيش حاجة اسمه كلمة ضايت او كلمة ريجيم دي كلمة في حد ذاتها كلمة مميتة وبيتضايق كل الناس طيب ايه يا دكتور هنعمل ايه لازم تقول انا كنت ماشي غلط انا فيها رجالة في حياتي يعني كنت بكل غلط هو ده لسبب المرض بتاعي هو ده لسبب السمنة بتاعي فهبدأ انا اتجنب الاكلات اللي كنت باكلها هبدأ اغير نمط حياتي او اغير الاسلوب اللي انا كنت بتعامل به مع نفسي وده بالتالي هينعكس على صحتي وهينعكس على نشاطي وبالتالي ينعكس كمان على وزني وهينعكس على مئاساتي وهينعكس على الدهون المتخزنة عندي فده هو التعريف الصح ان انا هعمل نمط حياة نمط الحياة ده بقى سكة طويلة مش هكاة شهر او شهرين زي ما احنا فاكرين فقدمنا سكة طويلة احنا ماشيين فيها عمرك كله مفروض هتمشي صح زي ما قلنا وان خربت هتخرب ايه ايام قليلة ولكن مفروض انك بتاكل صح عايش حياة صح بتنام صح بعيدة عن التوتر بتلعب الرياضة كل الكلام ده وفي الاخر خالص نبص بقى الاخر حاجة اللي هي مرحلة نزول الوزن او نزول الدهون طيب الرحلة بقى الطويلة بتاعت نزول الدهون او نزول الوزن دي زي ما انتم تسموها دي مرحلة فيها مطبط كتير وصعوبات كتير لانها رحلة هي بالضبط بنسميها رحلة نزول الوزن ما تتوقعش ابدا ان انا هتبقى مرحلة سابتة بمعنى ان انا مفيش نزول للابد ما مفيش جسم كده جسمك البشر ده عامل مش مش مكينة مش واحد زائد واحد يساوي اتنين بيقضع العوامل كتير جدا وفي حاجات كتيرة جدا بتأثر عليه هنيفهمها بعد شوية في الحلقة فانت هيتخلل مرحلة نزول الوزن عندك شوية نزول شوية بلا تو او سبات وشوية كمان ممكن يكون ارتفاعات ولكن الاتجاه العام زي ما شرحت قبل كده اسمه اتجاه عام نازل ان انا بخسر من وزني ومن مأساتي. لو فكرت بس في نزول رقم على الميزان هتكون انت الخسران. يعني انت لو ربطت تقدمك بس في النزام الضيط بتاعك بس برقم على الميزان هتكون انت الخسران. لان التركيز اصلا على الميزان من التركيز على الرقم من اكبر الحاجات اللي بتخليك بتفشل في الضيط بتاعك وبيعمل لك توطر والتوطر زي ما احنا عارفين بيرفع هرمون الكورتزول او اسمه هرمون التوطر وهيحبس عندك مية ويحبس عندك سويل وهيزود من هرمون الجوع وبالتالي انت الخسران في الاخر. فيما اقول لكم انت قريطها حلوة اوي بقول لك الجهد والمجهود المؤقت بينتج عنه نتائج مؤقتة. يعني لو انت فاكر انك دخل بتعمل مسلا لمدة اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين او حتى تلاتة بس وبعد كده كانك يا بوزيد مغازيت يعني ما فيش اي حاجة بعد كده وترجع تخرب تاني فانت كده عملت جهد مؤقت. فالنتائج اللي هتنتج عنه نتائج بالتالي مؤقتة ممكن خسرت وزن خسرت دهون وبطلت بعد تلات شهور خلاص هترجع ادخن من الاول. فلازم زي ما قلت يكون نظرنا بعيد شوية بنشتغل على مدى زمني بعيد. فمرحلة نزول الوزن بيحصل حاجة مهمة جدا اسمها نفهمها مع بعض ان الخلايا الدهنية في الاول لما بتيجي انت تخص عدد الخلايا الدهنية اللي عندك ده مش بيختفي ولكن بينكمش يعني لو مسلا عندك مليون خلايا دهنية انت بدأت تتخص فالخلايا دي بتفقد الدهون وبتبدأ تنكمش. لما تبدأ تنكمش من هنا بقى بتحس انت بالفرق. انها فضط الدهون اللي فيها وبدأت تخص فبالتالي انت هتنزل في المقاسات بتاعتك وبعد شوية تنزل في الوزن. ولكن نقطة مهمة جدا خلايا الدهنية دي في الاول لما بتفقد الدهون والكلام ده طبعا بعد اسبوعين بعد تلاتة بعد شهر مش اول يوم بتفقد الدهون طبعا بتقعد تعبي مياه مكانها يعني بتاخد مياه من الجسم بتعبيها في الخلايا الدهنية دي علشان تحتفظ بنفس الحجم بتاعها. طب هي بتعمل كده ليه? لان لسه الجسم ولسه الخلايا الدهنية مش واسقة فيك. مش واسقة انك هتكمل ضايت. مش عارفة اصلا انك ممكن تكون بتعمل ضايت يا شايفة حاجة غريبة في الجسم ولسه مش فهمة الموضوع ايه? فعارف لما تيك تمسح مسلا ملف على الموبايل او على الكمبيوتر بيطلع لك رسالة كده هل انت متأكد انك عايز تمسح الملف ده فلو قلت اوكي بانت كده اكدت العملية برضو جسمك بيصبر عليك مش بتنزل في الوزن ولكن هتلاقي في المرحلة دي بتنزل في المقاسات. هتلاقي مقاساتك بتتغير ليه لانك فقدت دهون? هتلاقي مقاساتك بتتغير من الوسط لكن الخلايا الدهنية بدأت تعبى مية في الميزان سابت. لو انت قلت اوكي وانا جدع وشاطر ومكمل في الضايت وكل الكلام ده وهتكمل فعلا بدون تراجع ولا استسلام. هيبتدي جسمك يأكد العملية ويبتدي يفضل خلايا الدهنية بتاعته من المية وتبتدي تنكمش وتحس الفرق على الميزان. واكيد كلنا عدينا بالمرحلة دي فجأة تصحى من النوم الصبح تلاقي عندك سبات ان وزنك اللي انت كنت سابت عليه اتغير فجأة. نزلت اتنين كيلو نزلت تلاتة كيلو. ما اثر بنترون عندك ما اثر اميس يعني رحرح جدا على الاخر. ودي اكيد كلنا عدينا بالمرحلة دي وشفناها. بعد فترة طويلة بقى انت جسمك اصلا مش بيحب يفكو الدهون. قلنا الدهون المتخزنة في جسمك دي عاملة زي الاحتياطة الاستراتيجي بتاع جسمك. ربنا خلقها كده. ولكن طبعا بالمعقول لوقت الازمات. وقت انت ما اكلتش فيه. وقت انت مريض لفترة طويلة. وقت انت تهط فيه في الصحراء. هما بشابهها كده. وقت مجاعة. فجسمك عنده مخزون استراتيجي اسم الدهون. مش بيحب يفرط فيه لوقت الازمات. لما بتيجي تعمل رجيم برضو جسمك ما بيحبش يفرط فيها بسهولة. هو بيحب كده بيحب يمسك فيها. وبرضو بيصبر عليك في الاول لما بيشوفك انت متأكد وانك فعلا بتعمل ضايت هيبتدي يحرق في الدهون بشكل كويس جدا. بعد فترة طويلة لما نسبة الدهون بتنخفض في جسمك. هرمون الليبتن. ده قلنا عليه قبل كده ده اسمه هرمون من دبن هرمونات الحرق بنسميه هرمون الشبع. هرمون الليبتن نسبته بتنخفض لان هو بيفرز من الخلايا الدهنية. طب لما هرمون الليبتن بيقل او نسبته بتنخفض ايه اللي بيحصل? بالتالي معدل الحرق بتاعك هيقل? ده اللي بيحصل بعد فترة طويلة من الرجيم. وهنا اعرف بعد برضو شوية ازاي ننشط هرمون الليبتن مرة تانية. يبقى ده اسباب سبات الوزن وشرحها وهي ازاي بتحصل. جسمك كمان بعد فترة بيبدأ يتأقلم مع اللي انت ماشي عليه. سواء نوع الرياضة اللي انت ماشي عليها سواء الضايت اللي انت ماشي عليه سواء النظام الغذائي سواء السعرات بيبتدي يتأقلم معها وبالتالي معدل الحرق عنده. المصيبة كبيرة كمان لو انت عامل عجزه في السعرات جامد قوي او الرجيمات القصية ودي من ضمن واهم الاسباب اللي بتؤدي لسبات الوزن. نتكلم بقى عن الاسباب وعندنا في حلقتنا النهاردة عشرين سبب لسبات الوزن. لو سمعت الحلقة دي وفي امتاها كويس جدا اكيد هتلاقي سبب من ضمن الاسباب هو سبب سبات وزنك. ما اظنش انك تلاقي سبب برا الاسباب دي ابدا انت مش هيعدي عليك في حياتك واني يكون هو ده سبب وزنك. فاستمعوا معي للحلقة كويس جدا. اركزوا في الاسباب اللي انا اقولها. هاتوا ورق وقلم وكتبوا العشرين سبب اللي انا هقولهم. بازن الله لازم كل واحد فينا عنده مشكلة من سببات الوزن لازم هيلاقي لها حل في ضمن الحلول اللي انا هقولها. اول حاجة استعجال النتائج وعدم الصبر. ودي طبعا الغلطة الكبيرة والمصيبة الكبيرة اللي احنا بنوع فينا فيها كلنا يعني انك دايما مستعجلين. دايما عايزين نشوف نتائج بصرع. انت تخيل ليك فترة كبيرة جدا خمس سنين عشر سنين عشرين سنة ما تجيش تتوقع ابدا نزول الوزن كده بين يوم وليلة. لازم تكون عندك وواصق ان عملية نزول الوزن بتتم ببطء لو انت فاهم صح هتعمل رجيم صح ومش هتخلي حد يضحك عليك او يستغلك. عدم مقارنة النزول كمان في البدايات دايما قلنا قبل كده لما تيجي تعمل رجيم بتفقد مياه كتير جدا في الاول بتكون متخزنة مع الجليكوجين. بعد كده معدل النزول مش بيبقى كبير. لما بيجي لي واحد مريض مسلا واحد بيتابع معي اقول لي يا دكتور انزلت اول اسبوع اربعة خمسة كيلو ومش بسقف له على فكرة ولا اقول له انت شاطر. لا بالعكس انا بفهمه. واقول له على فكرة بعد كده مش هيحصل كده. وتكون فاهم واعي. معدل النزول دايما في الاول بيكون سريع. بعد كده بينخفض. فلازم نكون عارفين القصة دي. طالما فين زول حتى لو نص كيلو في الشهر حتى لو كيلو في الشهر ما تقولش ان انا عندي ثبات في الوزن. تاني نقطة من ضمن الاسباب العشرين. الضيط مش مزبوط بتاعك. بمعنى فيه خلل في العناصر الغذائية بتاعتك. عندي انا فيه حاجة اسمها ماكروز اللي هي العناصر او المغزيات الكبيرة. اللي هي بروتين الدهون النشويات. وفيه حاجة اسمها مايكرو اللي هي ايه الفيتامينات والمعادن. لو فيه اي خلل في الحاجات العناصر دي او المنظومة دي طبعا هيأثر على معدل الحر بتاعك. تارت نقطة كميات الاكل بتاعتك اللي انت ماشى عليها غير متناسبة معك. بمعنى انت مسلا لامة بتحسب كميات اكل تقديرية لامة وماشى على حساب السعرات. طيب. لو انا الاكل اللي انا باكله انا بسيء تقديره. يعني انا مش عارف اصبط الكميات بتاعته. فبالتالي الامة يحصل عندي السبات في الوزن. يعني انا ممكن باكل اكله معتقد النقلية. ولكن لو انا حسبته فعليا هيطلع ممكن يساول السعرات بتاعتي فيحصل عندي سبات في الوزن او اكتر ممكن كمان تلاقي نفسك زايد في الوزن. فلازم ازبط كميات الاكل والسعرات بتاعتي كويس جدا. رابع نقطة مقاومة الانسولين الناس اللي عندها مقاومة انسولين بيكون عرضة لحاجة اسمها مقاومة الليبتن اللي لسه انا ايل عليه من شوية اللي هو الهرمون من ضمن الهرمونات المسؤولة عن الحرق. لما بتبتدي مع الوقت تخسي وتنزل في الدهون ومقاومة الانسولين تتحسن. بالتالي مقاومة الليبتن بتتحسن. ويرجع يتنشط تاني ويبعد اشارات للمخ تاني ويزود معدل الحرق عندك تاني. خامس نقطة خلل في الغضة الدركية. الناس اللي عندها مشكلة في الغضة الدركية خمول في الغضة الدركية عشان الناس بتسأل كتير جدا عن النقطة دي. عندنا تلات اسباب بس لازم يتحلوا. اول حاجة بتروح لدكتور تعمل تحليل تاخد الجرعة الدوائية المزبوطة. الكلام ده ازا ما عندكش سبب تاني هو سبب الخلل في الغضة الدركية. عممكن يكون واحد عنده توطر مثلا. لو واحد عنده توطر هرمون الكورتزول احيانا بيقصر على الغضة الدركية. لكن انا باتكلم ان السبب او المشكلة عندك في الغضة الدركية فلازم هتاخد دواء مع الدكتور وتزبط الجرعات بتاعته بالتحليل. والمتابعة كل شهرين. لما الجرعة تصبط عندك هتعمل ضاية مزبوط. هتعمل رياضة بس هو ده المسلس بتاع مريض الغضة الدركية. سادس نقطة الناس اللي عندها او نقص في مخزون الحديد اللي هو الفرتين. سبع نقطة نقص فيتامين دال. تعمل نقطة قلة شرب الميا. طيب واحد يقول لي ايه بقى دخل قلة شرب الميا في القصة دي? جسمك نفس الموضوع. تقريبا تلتين او سبعين في المياه منه مياه. فمحتاج مياه علشان يشتغل علشان يحرق علشان الاعضاء بتاعتك كلها تشتغل. لما انت بتشرب ميا قليل وانا قبلت الناس بتشرب كباية او كبايتين وده فعليا واللي بيكمل لتر ده بيبقى خير وبركة. جسمك بيبتدي يحتفظ باي سويل او اي مياه ده خلاله في الجسم. ليه? لان هو محتاج مياه للوزيع في بتاعته. فكل ما يلاقي مياه ده خلاله يحتفظ بيها يحتفظ بيها. ولكن بالعكد كده هيعمل لك ايه? تخزين او واحتفظ في السويل فكده هتزيد على الميزان رقم ويعمل لك سبات في الوزن. لما بتشرب ميا كتير بتطرد المية المتخزينة في جسمك. انتفقنا? تاسع نقطة الرجيم القاسي لفترة. بيعمل ايه بقى? الناس اللي بتمشي على رجيمات قليلة او في السعرات الحرارية وفاكر انه هو كده بيحرق اكتر. انت كده غلطان. الرجيم مش بقلة الاكل او انه رأي في البقل. اتكلم اي واحد يقول لك ائفل بقك. عايز تخس ائفل بقك. لا انت لازم تاكل علشان جسمك يشتغل وعلشان جسمك يحرق ولكن تاكل كميات معقولة. لما بتاكل اكل الاوي بيأثر على الغضة الدركية بتاعتك جسمك بيسبط او بيقلل من معدل الايد او معدل الحرق بتاعك علشان يواكب السعرات الحرارية القليلة اللي دخلاله حتى وانت خسيت في الاول. ولكن بعد فترة مش هتخس بنفس المعدل. ممكن تخس اها في الاول ولكن بعد فترة مش هتخس بنفس المعدل لان بيقلل من شغل الغضة الدركية. المشكلة بقى الكبيرة مع الرجمات القاسية انك هتبدأ تفقد من الكتلة العضلية بتاعتك وديها تكون مصيبة. وجود كتلة عضلية مناسبة في جسمك من ضمن الحاجات اللي مسؤولة عن زيادة معدل الحرق عندك والحفاظ على معدل الحرق عندك شغال باستمرار حتى وانت في مرحلة السكون او انت قاعد مش بتبزل اي نشاط رياضي. يعني كل معدلاتك تزيد كل مدهونك تقل انت كده معدل الحرق عندك بزيد. عشر نقطة واهم نقطة ضغط العصبي والتوتر. المشكلة انا قابلت ناس حرفيا هو مش واثق في نفسه. مش واثق انه هينجح. مش واثق انه هيعدي سبات الوزن. مش واثق انه هينجح في الضيط. يقول لك انا عملت رجمات كتيرة وفشلت. انا عملت ما عرفش ايه وفشلت. هو داخل فشل اصلا. لازم تدخل بعقلية الناجح. لازم يكون ان انت داخل وواثق في نفسك. واثق في النظام الغذائي اللي انت عامله او واثق في اللي انت بيتابع معاه. المهم تكون انت بتعمل كل حاجة صح واثق انك اتعدي مرحلة سبات الوزن دي مهمة طالت. لكن انت دايما وحاطت نفسك تحت ضغط. او ناس متعرضة في حياتها لمشاكل واحد متخانق مع امراضه. او انت مسلا عندك مشكلة في الشغل او اي مشكلة في حياتك مزودة ضغط العصب والتوتر. وعندك ده بيزود هرمون الكورتزول اللي احنا قلنا عليه. وفده طبعا بيعمل لك احتباس في السويل. زي ما اتفقنا. هيزود طبعا ويعمل سبات الرقم على الميزان. وفي نفس الوقت هيزود هرمون الجوع وممكن تخرب بتاعك. رقم حداشر الصهر وقلة النوم. ده اتكلمني عنه كتير جدا ان النوم وخصوصا بالليل بيزبط لك هرمونات جسمك كلها منها هرمونات التوتر وهرمون الجروس هرمون او هرمون النمو من ضمن الهرمونات المسؤولة عن الحرق. هرمون اللي هو هرمون الشبع وكمان من ضمن الهرمونات المسؤولة عن الحرق. كل دي اهمية النوم وخاصة في فترة الليل. رقم اتناشر لو انت عندك احتباس سويل لاي سبب مرضي. وكمان لو انت بتستخدم ملح كتير فوق احتياجات جسمك. زي ما اتفقنا الملح مهم جدا وما فيش غنى عنه للجسم. ولكن بالقدر المعقولي الناس اللي بتستخدم املح كتير قوي وبتشرب مية قليل قوي. فهو عرض كده لاحتباس السويل. في بعض الحالات المرضية زي مسلا الامساك الانتفاخات الكلون العصبي عسر الهضم اكيد كلنا مرينا بالمرحلة دي لو عندك شوية غازات لو الكلون العصبي قايم عليك اليومين دول بتلاقي مسلا مأس البنطلون بأداء عليك القميس بيقفل بالعافية. وفاجأة بعد كم يوم لما المشكلة دي تخطفي او تتحل تحس ان وزنك او حتى بطنك الانتفاخ اللي كان فيها راح. فطبعا لازم تزبط الموضوع ده وتتخلص من امساك او تعالج مسلا موضوع القلون اللي عندك او الانتفاخات اللي عندك. الرقم اربعتاشر اللي هو طبعا لو اقتربنا الموعد الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات ده طبعا بيعمل سبات في الوزن بسبب اللي هو التغير الهرموني في السيدات ما تقسوش الوزن في المرحلة دي. رقم خمستاشر عدم التزامك بالضيط. ممكن تكون انت بتعمل تخريبات كتيرة في الضيط بدون انت ما تحس بعقدة الزنب بمعنى ممكن يعني مسلا تعملك تخريبة في الاسبوع تخربتين وتقول يا دوب ده حاجة صغيرة وكل اسبوع وبشكل متكرر طبعا عن مدى الطويل هيأثر عليك. لكن لو هي تخريبة مسلا كل فترة طويلة لمسلا للظروف معينة خارجة عن الاراضة خلاص مش هتأثر عليك. يعني المشكلة في التخريبات الكتيرة المتكررة. رقم ستاشر ودي من النقط المهمة جدا وهي النقنق. يعني ايه النقنق للناس اللي متعرفهاش عشان دي ممكن تكون مشهورة مسلا في مصر ما عرفش بتسمى ايه في بعض البلدان. اللي هو ان انا فاتح بقي طول اليوم. مسلا معدي من جنب التلاجة فتحت لقيت حاجة في الطبق قلت اخلص منها. الولد اكل ونقص حاجة في الطبق قلت اكلها. واحد صاحبة عزم عليها بحطة شوكولاتية الصغيرة قلت اكلها. فطول اليوم بقي مفتوح لحاجات صغيرة. وانا معتقد ان الحاجات الصغيرة دي يعني مش هتأثر او مش هتفرق معي. ولكن الاكل الصحي. مسلا واحد بيحب الفواقه فبياكلها كتير. برغم ان الفواقه مفيدة ولكن كل حاجة قلنا باعتدال. واحد بيحب المكسرات بيأكل منها كتير وهو مش عارف ان سعرات عالية. واحد بيحط زيت الزيتون على السلطة بدلا ما يحط مسلا معلقة واحدة. يحط تلات اربع معالي او يغري في كده وهو مش عارف وبيرمي قد ايه من زيت الزيتون. يعني ممكن يرمي شوية ربعمائة خمسمائة سعر كده هو مش حاسس وفي اعتقاده ان دي حاجة عادية جدا. او مسلا واحد بيعمل اي حاجة من العادات الصحية الاكلات الصحية اللي احنا بنقول عليها بيأكل منها بكميات كتيرة ده بنسميه افراط في الاكل الصحي. رقم تمنتاشر عدم الاهتمام بالحفاظ على العضلات. طيب ازاي احافظ على العضلاتي? اول حاجة لازم تاكن نسب بروتين كويسة مناسبة لحجم نشاطك البدن. تاني حاجة نتعمل تمارين مقاومة. ما تعتمدش ابدا على تمرين القارديو. تمرين المقاومة للناس اللي هي مش عارفها. لها تمرين الحديد او شل او زان. تمرين القارديو اللي هو الجري بس. في ناس بتوقع تجري كتير جدا بساعتين بالتلاتة كل يوم. ده على فكرة من ضمن الاسباب اللي بيخليك تخسر عضلات وخصوصا لو انت مش بتعمل تمارين مقاومة وخصوصا لو انت اكلك ضعيف في البروتين. طبعا الرقم تلاتة في الحاجات اللي بتقع لك عضلات او بتخليك تخسر عضلات هي الرجيم القاسي والناس اللي بتدور على حاجات مستعجلة. نتائج مستعجلة. بيدور بس على رقم عن ميزان. طيب رقم تسعتاشر بقى الاستمرار على نمط غذائي واحد. رياضة واحدة. مسلا حتى السعرات اللي انت ماشى عليها سعرات واحدة. اكل واحد لفترة طويلة جدا. فبيحصل نوع من انواع الروتين. او الرتابة او الملأ. ده مع بعض الناس هو طبعا ملوش سند علمي قوي. ولكن مع بعض الناس اكسامهم مش بتستجيب بعض فترة من الروتين ده. فبيكون محتاج نوع من انواع التغيير في نوعه وفي السعرات بتاعته. يعمل حاجة من تدوير سعرات هنقول عليها بعد شوية. يعني المهم يغير حتى نوع الرياضة بتاعته. رقم عشرين بقى ودي اهم نقطة اقول تختم بيها ان انت لازم تعمل تقييم لنفسك كل فترة. انا مسلا وزني ميت كيلو فحسبت النفسي مسلا باكل الف وخمسمائة سعر. مسلا. طب انا وصلت تسعين كيلو. واجه اقول للدكتور يا دكتور انا وباكل نفس الاكل اللي انت كنت كاتبه لي في الاول او اللي انا حسبته النفسي. ومش عارف اكسر حيز التسعين. ده اكيد ليه? لان انت لما بتيجي تحسب السعرات بتدخل فيها نسبة الدهون بتدخل فيها وزنك وطولك وعمرك. ففي حاجات سبتة. زي مسلا العمر. الجنس هو راجل اه او ست. في عوامل سبتة. الطول كل ده عوامل سبتة. لكن في عوامل متغيرة بتتغير معك في المعادلة. اللي هي ايه? نسبة الدهون بتاعتك والوزن. فطالما العوامل اللي تغيرت فانت بالتالي احتياجك من السعرات هيختلف لما يكون وزنك مية غير لما يكون وزنك تسعين غير لما يكون وزنك تمانين. فلازم تاخد بالك اول ان الكميات اللي كانت مناسبة ليك وانت وزنك مية مش هي الكميات اللي مناسبة ليك وانت وزنك تمانين. النقطة دي من اهم النقاط وحبيت اختم بها. طب كده انا اتكلمت في الاسباب العشرين اقول بقى الحلول. الحلول اول حاجة طبعا لازم تتأكد من نظامك الغذائي. بمعنى ان لازم يكون نظامك الغذائي صح. مزبوط زي ما قلت مزبوط في العناصر الغذائية مزبوط في السعرات بتاعته مزبوط في البروتين والدهون والنشويات وفيتامينات ومعادل. اتأكد وصح وكل حاجة عندي صح وهتيجي تشتكيلي هقول لك روح كمل الحل السحر الوحيد انك تكمل في الضيط الاستمرارية في الضيط. لا تراجع ولا استسلام. طالما انت متأكد انك بتعمل حاجة صح فلازم هقول لك كمل كمل كمل. رقم اتنين ان انت بتعالج الخلل لو موجود زي مثلا نقص فيتامين دال. نقص الحديد او مخزن الحديد. نقص فيتامين به اتناشر. الخلل في الغدة الدركية لازم الحاجات دي كلها تتضبط. رقم تلاتة في مرحلة ما لازم تحسب سعراتك الحرارية. اللي هي ايه? في الاول بنقدر نخص بدون ما تحسب سعراتنا اول. الناس مش بتحسب سعرات. لكن هتيجي في مرحلة معينة مش عارف تتجوازها ليه? لانك يا دوب عاوز تخص تلاتة اربعة خمسة كيلو. دول مش هتعرف تجيبهم بصراحة غير لما تحسب سعراتك بكل دقة. ولو مش عارف طبعا بتتعامل مع حد من اخصائيين التغذية او حد من اطباء الشاطرين. يزبط لك نزام غذائي محترم. تقدر تكسر به مرحلة سبات الوزن دي. لانك بتكون محتاج حسابات دقيقة في المرحلة دي. رقم اربعة لما كنتش بتعمل رياضة ده بقى اللي بنقول عليه ايه? بدأ اعمال رياضة. مسلا لازم اكون بقى محتفظ بشوية كروت في المحفظة بتاعتي يعني ما جيش احرق الكروت بتاعتي كلها من اول الضايت. فيه ناس بتنزل اول الضايت. يجي عامل عجزه سعرات رهيب. مسلا هو سعراته الفين يروح ماشي على الف سعر. يروح يعمل رياضة ورياضة مقاومة وبكسافة عالية جدا حرق كل الكروت بتاعته في الاول. فلازم انت توفر شوية كروت في المحفظة بتاعتك للزناءات دي. انت مسلا ما بتعملش رياضة ابدأ اعمل رياضة. طيب بتعمل رياضة زود الشدة بتاعتها شوية. بدأ ما تبقى نص ساعة خلاها خمسة واربعين ديئة. او اعمل رياضة اللي هي متقطعة اسمها الهيت اللي هي هاي انتينسة انتيرفل ترينينج. اه بتمشي وبتريع بتجرس بسرعة وتريح بتجرس بسرعة وتريح. بتغير نوع الرياضة خالص بدأ ما يبقى جاري مسلا يبقى نط حبل. يبقى طلوع سلم. تغير الجهاز اللي انت بتشتغل عليه في الجيم. فدي كلها انك بتكسر الروتين بتاعك. ما بتلعبش رياضة مقاومة تبدأ تلعب مسلا رياضة مقاومة ده بالنسبة للرياضة. طيب انيجي بقى الخامس نقطة. مسلا حصل عندك بقى سبات في الوزن فانت لازم تعمل ايه? سبات في الوزن وتأكدت ان انا عليكت كل حاجة فمعناها ان السعرات اللي دخل قد السعرات اللي خرجها. انا عاوز اعمل عجزة في السعرات. يبقى انا اما بقى ابدأ اقل السعرات مرة تانية وده انا اتكلمت عليه يعني اعمل عجز جديد في السعرات اقل الكميات السعرات بتاعتي تانى لاما ازود معدل النشاط البدني والرياضي بتاعي زي ما انا شرحت في نقطة الرياضة. سدس نقطة تغير روتين الاكل بتاعك والنوعية بتاعته كمان. دي بتفرق كتير مع ناس. وكمان تعمل حاجة تسمى تدوير للسعرات الحرارية. يعني انت مسلا بتاخد الف سعر كل يوم في الاسبوع يبقى انت مفروض تاخد كم سبعة تلاف سعر. مش شرط كل يوم تاكل الالف. ممكن تاكل يوم تمنمية يوم الف ومية يوم الف وخمس ومية. المهم ان مجموعك على مدار الاسبوع يكون مزبوط كام هما السبعة تلاف سعر. فده بتعمل تدوير في السعرات او تدوير في كميات الاكل بتاعتك يوم اكل قليل اوي يوم اكل كتير بحيس الاسبوع كله يكون المتوسط بتاعه مزبوط وده بنسميه اللي هو التدوير للسعرات وده مهم جدا. في حاجة اخوه بالزبط كده اسمها تدوير للنشويات او كرب سايكلينج. اني انا بمشي على ايام قليلة او في النشويات ممكن بس من الخضروات فقط. ايام متوسطة في النشويات ايام عالية في النشويات. اني انا ابدأ ازود مسلا في ايام بوكوليات او شوفان في ايام تاني ازود فواكه في ايام ارجع امنع النشويات خالص. المهم يكون في نشويات على مدار الاسبوع بشكل مختلف. ودي برضو بتجيب نتايج مع ناس وبتقسر حاجة السبات الوزن. عندنا حاجة اسمها الريفيد. الريفيد ده يعني ايه الناس اللي هي ماشي على ضايت في نشويات قليلة جدا. بتعمل ايه? بتعمل بتزود حاجة اسمها نشويات في يوم معين في الاسبوع. بتيجي مسلا كل جمعة او كل عشر تيام بتعمل حاجة اسمها ريفيد. اعادة اطعام جسمك بالنشويات. بتزود كمية النشويات وطبعا النشويات مفيدة مش اي نشويات. عندنا الشيت ميل او الوجبة المفتوحة. وزي ما اتفقنا الوجبة المفتوحة دي هي مش كل اسبوع ولا كل اسبوعين ولا لها معاد ثابت غير في حالتين. الوجبة المفتوحة موضوع نفسي لبعض الناس واحد زهق واحد مل اللي بتعامله معنا. فقال لك خلاص انا عاوز وجبة مفتوحة بها عشان غير الروتين. اوكي اعملها. لاما حصل عندك سبات في الوزن وفي المقاسات فبنخليك برضو تعمل الشيت ميل او الوجبة المفتوحة ويستحسن تكون عالية في النشويات ثم في البروتين وليست في الدهون. حداشر الصيام المتقطع. من اهم الحاجات اللي بتفيدنا جدا زائد النظام الغذائي طبعا مش الصيام لوحده هو الصيام المتقطع. زيادة شرب المي. لازم نزود شرب المي علشان نعلي الحرق بتاعنا ونتخلص من السوال اللي المتخزينه في الجسم. نبعد عن التوتر والنام بدري. من العوامل المهمة جدا البعد عن التوتر وبعد عن الضغط العصبي بقدر المستطاع والنوم بدري والنوم عدد ساعات كافي. رقم اربعتاشر انك تزود معدل نشاطك الحركي برا الرياضة وبرى الجم. مسلا اركن العربية بعيد وروح شغلي ماشي انزل اجيب اروح المسجد ماشي انزل اجيب حاجة من السوبر ماركت ماشي ان انا طول اليوم ابقى بتحرك اسيب الاسلا شوية واطلع السلم. في البيت انا قوم اتحرك واجيب الطلبات بتاعت النفسي. فده بزود ايه شوية من حرق السعرات او معدل النشاط على مدار اليوم. اخر نقطة بقى وحبيت اختم بيها في موضوع اللي هو الحلول حاجة اسمها اتضايت بريك. ان انا اخد اجازة من اتضايت. دي امتى ما طبعا ما بيش بتبقى في الاول? بعد فترة انت جارك سبات في الوزن وبتعمل كل حاجة صحة وكل حاجة مظبوط وبرضه مفيش نتيجة او جسمك قفل معاك ومثالنا هبتاخد اجازة من الضايت. بعمل ايه? بزود سعراتي وزود نشوياتي. انا مسلا سعرات السبات بتاعتي اللي بتثبت جسمي الفين سعر. انا بدي مثال. وانا عامل عجز وماشي على الف وخمسمائة سعر. هاجي بقى في الضايت بريك او الاجازة من الضايت ده. هو ضايت يعني بعمل عجز سعرات. ابتدي ازود سعراتي اوصلها للالفين. طب الخمسمائة سعر اللي انا زودتهم دول ازودهم من اين? الاولوية للنشويات ثم للبروتين ودي افضل حاجة وليست للدهون. ليه? لان لما بعمل كده بزود هرمون اللبتل مرة تانية بخليه يرجع يشتغل مرة تانية الحرق يشتغل مرة تانية وبعد الاسبوع او بعد الاسبوعين اللي اخد في اجازة من الضايت ارجع اعمل عجز سعرات تاني واقل الكميات اكلي مرة تانية والتزم في الضايت هنشوف نتائج هاي اللي بازن الله. اتمنى ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم. استفدتم بيها معلش يا الحلقة طويلة شوية لان انا حبيت الم كل المواضيع. وده واحد تقريبا من اهم المواضيع اللي هو بيهم كل الناس حتى من قبل ما يبدأ يعمل ضايت. هو عمل حساب النقطة دي وعارف انه هيمر بيها وبيكون خايف بيها. وفي ناس شغلها الاول والاخير هو ثبات الوزن. وفي ناس على مدار السنة مش عارفين يتخطق المرحلة دي. بازن الله اي واحد يسمع الحلقة دي هيشوف له حل هيلاقي حل المرحلة ثبات الوزن. انشروا الحلقة عشان الناس تستفيد وتتعلم معنا على القناة واكتبونا رأيكم في التعليقات. اي حد عنده سؤال يكتبوا في التعليقات وازن الله هنجاوب على كل الاسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.